خطر الجفاف بانت ملامحه الفلاح يشكو من انحسار المياه وجفاف ارضه مناسب دجلة خفضة واستحيرة اعجزت المسؤولين انشاء السدود من قبل تركيا وعدم استجابة ايران للخطابات الحكومية الرسمية بخصوص حصة المياه المائية ادى الى انخفاض المناسب تدريجيا حتى وصلت الى 50% حسب تصريح وزير الموارد المائية العراقي الذي اكد في الوقت ذاته على ان الموسم الحالي سيكون مؤمنا من ناحية توفير المياه الصالحة للشرب اما الاراضي الزراعية فان عددا كبيرا منها لم يشمل بالخطة المائية بسبب انخفاض المناسب نعم حرمنا بعض المحافظات من الخطة الصيفية لانه خاصة اديالة حقيقة اديالة لانه تناقص المياه في سد حمرين نتيجة المياه اللي تناقص المياه من جهة ايران سبب في عدم اعطاء خطة زراعية والاقتصار على المور البستانية وشرب المياه اليوم نعم اكو في نهر دجلة شحة مائية والفرات وكذلك ولكن وزارة المائية تتحكف في عملية اطلاق المياه في الوقت المناسب لاجل الاستفادة منها السبب الرئيس في عدم السيطرة على مناسب مياه النهرين هو عدم بناء السدود لتخزين المياه حيث ان دجلة والفرات بجريان مستمر وصولا الى منطقة التلاقي ثم شط العرب اي ان مياههما مهددان بالانقطاع تدريجيا ما لم يكن هنالك سيطرة على جريانهما البلدان العالم تخطط دائما البلدان المتجاورة او المتشاطئة اي المشتركة في منابع النهر دائما تفكر عمليا بانه في كل مرحلة تضع خطة لسدودها تضع خطة لحصر مياهها تضع خطة لأي صيف لأي مناسبة اذا كان فيضان واذا كان نقص في كمية المياه الواصلة من الدول المجاورة او المتشاطئة احنا بحقيقة من 2003 لو واضعين او تم اعادة السدود القديمة او ترميمها او حتى فتح سدود حديثة مناسبة لكان الان ما نشعر بهذا القطع شوفوا من ناحية التقصير الحكومة انه مقصرة بادائها انه المفروض اول شي لازم تبني السدود تركيا بنو ثلاثة سدود لتجريف المياه وسوريا بنى تسدين لتجريف وتحديث المياه فبالتالي احنا يمر علينا النهر دجلة ويمر علينا الفرات ويروح حالة حالة اي ماء سائب في الشطر العربي في كل عام تتكرر هذه الازمة التي قد تكون الدول المتشاطئة مع العراق تصنعها عمدنة في محاولة للضغط على الحكومة العراقية لتمرير اوراقها فلو ان الحكومات السابقة اسست مشاريع انشاء السدود لعلها تكون انجزت في هذه الفترة وما كان العراقي يتخوف من انحسار مياه دجلة والفرات من بغداد محمد فراس قناة التغيير